بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو بإجاز شديد نحن نسنا أمام دولة نحن نسنا أمام منظومة عدالة نحن منذ اليوم الأول منذ اليوم الأول لهذه الأحداث منذ اللحظة لنا للإنقلاب العسكري شاهدنا بما لأقطع مجال للشكة وقدمنا الأدلة أن منظومة العدالة في المسهل رائبة جيابا كليا الأزمة الحقيقية هي أن منظومة العدالة تقدم سفاء لمن ينتهج القانون لمن يستبيح الدماء لمن يدوز حقوق الإنسان بنعالي الدبابات لمن ينتهج كل قيمة من القيم التي حرصت كل المواثيق والدساطير والقوانين والأعراف والنظم القانونية المتمدينة على أن تحطيها أو أن تكفرها أو أن تكفرها لمواطنيها وإن ذلك الأزمة الحقيقية وإن كان مخرب القط فيها الجانب العسكري الإنقلابي سواء في السلطة العسكرية بشكل مباشر أو في أدواتها كالداخلية أو منظومة في البلطة البلطية التي تدرهم منظومة العسكرية بمعرفة الوزاعة الداخلية لكن الحلقة الأكثر ضعفا والأكثر طهرها هي منظومة العدالة هي منظومة للمختارة أن تتصل الحقوق وأن تقيم منظومة القيم في المجتمع وأن تحفظها هذه المنظومة التي قدمت السطارة والجتاءة والحماية لكل من يرتكب الجريمة وهذا ما حصرنا منه منظومة لحظة الأولى إذ بدأ واضحا من وضوح الشمس منذ البدايات قبل 30 يونيو منذ 24 و 21 و 6 حينما تم اقتحام المؤتمرات السياسية لحزب الحرورية والعدالة في دسوق وفي كفر الشيخ وفي البحيرة وفي الإسكندرية وفي الزخازير وفي المنصور وفي غيرها وتم إطلاق الرصاص الحية على المهدرون السياسيون في المنطمر السياسي لحزب سياسي ثم بعد ذلك اقتحام المساجد ثم بعد ذلك اقتحام مؤسسات المنظمات المجتمع الأهلي وارتكاب القتل الممنهج على المطاق الواسع ومن يرتكب الجريمة في مأمان تام من المحاسبة فالمشكلة والعضلة والحلقة الأضعف في كل ما نعانيه وكل ما هو أمامنا هي منظومة العدالة لا يوجد منظومة عدالة في نصر وبالتاني لا يمكن لحر ولا يمكن لإنسان ولا يمكن لصاحب حق أن يطمئنا لأن الحق سينزل في منزله أو أن الحروق ستحمى أو أن الدماء ستعصم أو أن جريمة الإبادة الجماعية المنظمة الممنهجة التي ترتكب كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة وليست واقعة من قتلوا أمس وهم تحت يد السلطة الإقلابية أو ما يسمى تجاوزا بسلطة العدالة سواء كانت النيابة العامة أو غيرها قتلوا جميعا قتلوا وقدمت مبررات متناقضة تشهد بحدثتها على الجريمة الكريبية التي ترتكبت هؤلاء لم يكونوا مسلحين على إطلاق هؤلاء لم يكونوا مرتكبين الجريمة على إطلاق هؤلاء كانوا محتجزون كانوا محبسون بقرار ما يسمى بالنيابة العامة 15 يوما وهم مؤتقلون بغير سنة من القانون ولا سادي من المشروعية منذ سبعة أيام سابقة على وكاعة قتلهم وهذا خلقه القانوني الآخر جميعهم مرتقلون ميزيوم الأربعاء الدامي الأسود الذي زهقت فيه الأرواح بالآلاف في الرابعة العدوية وفي النهضة وكل يوم قيد الاحتجاز منذ هذه اللحظة وصدر قرارات أمس بحبسهم وجرى قتلهم وتصفيتهم جميعا من يرتكب هذه التصفية بهذا الدم البارد وبهذا الفجر وبهذه الجرعة على النحو الذي لا تقدم عليه الحيوانات لا تقدم عليه الكواسك لا تقدم عليه أشرص الحيوانات في الغابات لا يمكن بحال من الأحوال أن يقدم عليه إلا هو محمي حماية كاملة مما يسمى منظومة العدالة في المجتمع ولذلك القضية اليوم هي قضية وحار العالم هي قضية الإنسانية جمعاء هي قضية كل من ينتصف لحقه وحرية هي قضية ما يسمى بالعدالة الدولية أو العدالة الجنائية أو منظومة القيم الإنسانية في هذا العالم كله وبالتالي لابد من تشكيل لجان تحقيق محايدة ليست من مصر على إطلاع لا يوجد في مصر مطلقا ما يضمن لأن تحقيقا عادلا محايدا من الممكن أن يصل إلى الدليل أو أن يشف الدليل أو أن يقدم مغتكب هذه الجرائم وهم بحماية كاملة مما يفع على إتاجه وعلى غراته اسم العدالة هم حماة المجرمين هم مقدم الستار أو الغلالة غلالة المشروعية الزعيفة لكل ما يتكب من جرائم بشكل ممنهج وبالتالي لا توجد منظومة عدالة في مصر لا على مستوى التحقيق ولا على مستوى البحث والتحرق ولا على مستوى جمع الدليل ولا على مستوى المحاكمة ولا على أي مستوى من المستويات ذلك أن المعنيين في القانون والدسطوع الذي يديس والذي عطي بجارة الدبابة هم من يستمرون انتهاك القانون وانتهاك الحقوق وانتهاك الحريات واستباحة الدماء بشكل ممنهج مضطرد منتظر بدأ بما أشرت إليه واستمر في الحرس الجمهوري واحد والحرس الجمهوري التين والمهضة ورضعة والمنصة وأمسيس وأمس وما بين ذاكا وذاكا هناك حالة عبادة جمعية لفصيل من الناس ذو فكر سياسي معين وذو موقف مبدئي معين منتصر للشرعية متمسكا بدسطور الشعب الذي أقره بمن إرادته متمسكا بخمس فعليات انتخابية ديومقراطية شهد العالم كله شهد العالم كله بنزارتها وحيدتها وصحة نتائها هذه إرادة الشعبية التي ظهرت في إطار قانوني معتبع لا يمكن بالي من الأحوال أن يسوق الأقروج عليها تحت أي مضارر وبلا أي مقتبع وبالتالي كل من ينتصر لهذه المنظومة منظومة الشرعية منظومة ديمقراطية منظومة تعبير المعتبع قانون ودستورا في كل الأعراف القانونية في سائر الحضارات القانونية المتمدينة في العالم كل من ينتصر لهذه المنظومة يستهدف كأحد أهداف جريمة الإيبادة الجماعية التي تترفس كل لحظة من أجل تصفيته جسديا وسلبه حقه الحياة اليوم ليس الموت الانتهاك ليس حق من الحقوق المتهم في أن يحضر معه محامي أو لا يحضر أو أن توفى له ضمانات التحقيق أو ضمانات سلامة الدليل وبراءته من الشائبة أو ما يكفل له الاتصال مباشر بمحاميه أو غير ذلك من الحقوق التي تنظمها قوانين الإجراءات الجنائية التي تنتصر للحريات وتعصم الحريات الفردية وتحمي كرامة الإنسان ليس كل هذا هو موطن الانتهاك إنما موطن الانتهاك الأساسي هو الحق في الحياة الحق في الحياة لكل من يعارض انقلاب العسكاري الحق في الحياة لكل من يتمسك بمنظومة القواعد الديمقراطية الصحيحة للنظام الديمقراطي جاء بعد صورة عظيمة قدم فيها الشهداء وقدمت فيها تضحيات الشعب وبالتالي هي جريمة إبادة جماعية هي جريمة ضد الإنسانية ما يسمى بمنظومة العدالة المحلية ليست عاديزة عجزا مطلقا على أن توفر أدنى الضمانات لحماية مفادات هذه المنظومة ومنظومات المحكمة العدلة وتحقيق الدليل والبحث والتحري وجمع الأدلة وتحقيق المجرد وتحقيق الجرائر وتقديم مرتكبها للعدالة وإنسال العقاب القانوني المناسب له بعد ثمان محاكمة العدلة له ليس كل ذلك هذه المنظومة ذاتها هي التي تقدم السفارة وتقدم الدعمة وتقدم الأمن الكامل لمن يقترف هذه الجريمة على مستوى التخطيط وعلى مستوى التنفيذ وعلى مستوى الأمر هذه المنظومة أصبحت جزءا أصيلا من المجرد المرتكب الجريمة أصبحت حلقة من حلقات اعتكام جريمة الإبادة الجماعية ضد هذا الشعب وبالتالي لا مناص كل دعوة وكل أمن وكل بحث وكل سعي في سبيل إنقاذ دليل أو تحقيق دليل أو حفظ دليل أو تقديم دليل لهيئة عدالة محلية في أي حلقة من حلقتها وهو محاربة طوحين الرياح هي محاولة محكوم عليها بالفشل اتداء هي محاولة عبسا تذهب أدراج الرياح لا حل ولا مخرجة أمام الإنسان اللي كان يحفظ عن نفسه حق الحياة حق البقاء حيا إلا أن تأتي من خلال منظومة العدالة الإنسانية لجلال تحقيق مستقلة تشكل من لجان من جهات من منظمات من هيئات ذات اعتبار منصر منضمة لكثير من موافق بعضها لكل أحكام مفاق روما تنتبق على ما نحن فيه ومجازا كل أحكام الاتفاقيات الأربعة اتفاقيات جريف الأربعة تحدث عن المدنيين والسلميين في حالة الحروم نحن لسنا في حالة حرب بين دولة ودولة لكن في حالة حرب حقيقية بين نظام انقلابي عسكري يشن الحرب بلا هوادة على الإنسان يطلق الإنسان الإنسان الذي يتمسك بحقه الذي يتمسك بحقه في الحياة الذي يتمسك بكرامته الذي يتمسك بحقه في أن يحكم وأن يكون الشعب مصدر السلطات وأن يكون الشعب صاحب السيادة وأن تحفظ إرادة الشعب التي تتجلى وتتبدى وتندسق بالإطار قانوني من ضبر ارتضاء الشعب ضمن إرادته وضعوا في منظومته الدستورية والعاملية لا في هذا الهرار الذي يتشدق الكاذبون المخادعون المضللون ويسنونه إرادة الشعب وهو كذب لكي يسرى الجريمة الأساسية التي عقدت في ضمائرهم والتي اتمعت عليها إراداتهم وكانت مع صدق الإسرائي والترصد لكي يعملوا القتلى والقتلى الممنهج والقتلى المنتظر والقتلى المستمر والقتلى المطارد في كل من يتمسك بحق الحياة حق الكرامة الإنسانية حق الشعب هذا الشعب أن يكون حوراً أن يكون لهذا الشعب ديمقراطية تضمن له أن يكون مصدر السيادة وصاحب السلطات وصاحب السيادة وأن يختار ضميل إرادته وأن يحترم الكل هذا الاختيار وهذه الإرادة وما قاله عبد الفتاح الزيسي أمس من أن شعفاً له أن يكون أميناً على إرادة الشعب وليس شعفاً له أن يحكم مصر هذا هو دلالة السقوط الرئيسية من الذي عينه موصياً على الشعب من الذي اختاره أميناً على إرادة الشعب الشعوب هي الأمينة على إرادتها والشعوب الحرة هي التي تحمي ديمقراطيتها ذلك أن الشعوب مصدر السلطات وليس بحال من الأحوال أحد أفرع السلطة التنفيذية هي الأمينة على إرادة الشعوب هذا الذي يقوله هي وصاية على إرادة الشعب هي سلسلة لإرادة الشعب هي قول فرعون في القديم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أكتفي بهذه الإشارات المجملة حول كل ما جرى وعندنا الكثير الكثير وأقل هذا الكثير هو ما يمرس الآن في هذه اللحظات وهذه السعبات من امتناع مصلحة ضب الشرع من إصدار تقارير طبية شرعية لمن قتل بالأمس تصف الحالة وتجري تقرير صفة تشريحية يحددنا بالجثس من إصابات والجثس كلها تم حقها الجثس متفحمة لكي تخفى أدلة الجريمة وتخفى دلالات الجريمة في من وقعت عليهم الجريمة جريمة القتل وهم بيد السلطة الانقلابية وهم تحت يد السلطة الانقلابية وتحت تصرفه قتلوهم جميعا وحقوا جثسهم ويرفضون الآن أن يسلموا جثسهم إلى زويهم إلا أن يوقع زويهم أنهم ماتوا جميعا مختنقين أو متحرين ورفض الناس ورفضوا استلام الجثس والجثس على حالها وباقية ما لم تتحرك لدن التحقيق دولية مستقلة بتوثيق هذه الأدلة الآن لكي ترغض في حينه على جهة حالة يطمئن إليها الضمير الإنساني ويطمئن إليها الضمير المصري غير ما يسمى بمنظومة العدالة القائمة الآن في مصر والتي تقدم الغطاء كل الغطاء لمن يرتكب الجريمة لأنه لو لم يغطى قدم هذا الغطاء من النحذ الأولى منذ أن يرتكب القتل ومن هلم في دسوق في 21 ستة لما توالت مسلسلات القتل اليومي لما توالت مسلسلات القتل بهذا النطاق الوازع لما توالت مسلسلات القتل بهذا النطاق العرير الذي أصبح يشمل كل شعب المصري اليوم شكرا